لذلك أنا بفضل أن لا يكون هناك كتب كتاب مستعجل لا خلي شوي اصبر شوي يعني بلغة الناس يوم قرأوا الفاتحة والفاتح هنا للتبرك لا هي عبادة يعني ليست واجبة ولا من أركان العقد ولا الأشياء هو كل ما هناك تبركا لأن الله افتتح كتابه فنحن نريد أن نفتتح الحياة الزوجية بما افتتح الله كتابه سبحانه وتعالى وبالتالي قرأنا الفاتحة صار هذا الخاطب روحه ييجي أكل معنا أكلنا معاه قاعد معنا قاعدنا معاه يشوف أخلاقياته يشوف هالبيت اللي هو جاهي عليه السبب في ذلك أنه مجر ما كتبنا الكتاب صارت زوجته وإذا لم تنسجي من النفوس مع بعضها وأردنا أنه كل واحد يرجع لأ تعتبر طلاق تعتبر طلاق تعتبر مطلقة فلماذا أسمي عليها مطلقة وهي لم تتزوج يعني مسألة أنه تسمى مطلقة مشكلة اجتماعية فأنا بفضل أنه في هذه الحالة بوجود إحجابها ووجود إخوانها وأهلا يدخل على العيلة ويطلع ما في مشكلة ضمن الشروط الشرعية حتى يحصل الألف ونألف ويألفنا ثم بعد ذلك إن رأينا أن نستمر كتبنا كتاب رأينا أن ننفصل يدار ما دخلك شر